اشتركوا في القناة في المشاركات المختلفة كما اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان حضور حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحبة الجلالة الملك اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا يعد اكبر تشريف لنا وفوزا للجميع حيث يعد جلالة الملك الداعم الاكبر لرياضة القدرة في المملكة وفارسها الاول الامر الذي كان له الاثر الايجابي في تحقيق المراكز المتقدمة في السباق وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان متابعة جلالة الملك المفدى لمشاركة الفريق الملكي في السباق اعطت فرسان الفريق دافعا قويا من اجل تحقيق نتائج مشرفة وتخطي عدد كبير من المنافسين وتحطيم جميع التحديات والصعوبات التي كانت تعترض مسيرتهم في السباق واضف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة انا سعيد جدا بالظهور المشرف للفريق الملكي والاستفادة من هذا السباق من جميع النواحي من اجل مواصلة طريق المشاركات الخارجية وحصد المزيد من الانجازات لمشاركات الفريق الملكي للقدرة في مختلف المحافل ومن بينها سباق رويل وينزور الذي اسسته مملكة البحرين بتوجيهات من جلالة الملك المفدى ضمن العلاقات الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وانا فخور جدا برسم الابتسامة على شفاه جلالة الملك المفدى في السباق الذي شهد مشاركة كبيرة وواسعة من قبل خيرة الفرسان من مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة وبريطانيا ومختلف الدول الاوروبية واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الان السباق جاء قويا وصعبا نظرا لتنافس الكبير من قبل مختلف الفرسان المشاركين في السباق وقال مراحل السباق الاربعة شهدت تنافسا على المراكز الاولى وحرص الفريق على تحقيق نتيجة متميزة في ظل مشاركة نخبة من الفرسان حيث تطلب جهدا مضاعفا في مختلف المراحل وبين سمو الى ان هذه المشاركة الناجحة في السباق يصب او تصب في مصلحة الفريق ويعطيه دافعا قويا لتحقيق المزيد من الانجازات في البطولات المقبلة والتي نتطلع فيها الى صعود منصات التتويج والسباقات المقبلة ستكون متميزة جدا ونعيد الجميع بتحقيق المزيد من الانجازات الرائعة ومواصلة طريق الانتصارات من جانبي اكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى قائد استبلات الخالدية ان ما تحقق من نتائج بحرينية مميزة لفرسان وفارسات البحرين في وينزر انما يترجم الدعم الملكي اللامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حافظه الله ورعا لابنائه الرياضيين والذي سهم في المقام الاول في تحقيق العديد من الانجازات الرياضية التي تعد مصدر فخر واعتزاز وإلهام من أجل تحقيق المزيد للوطن الحبيب ووصف سموه السباق بالقوي وشهد منافسة ساخنة بين جميع الفرسان والفارسات الذين شاركوا فيهم من مختلف الدول حيث لم تخلوا المراحل من عنصر الإثارة والمفاجآت وصعوبة تحديد الفائزين حتى المرحلة الأخيرة وكان الفريق البحريني حاضرا وبقوة منذ انطلاقة السباق حتى نهايته وعكسوا صورة الرياضية البحرينية المقاتل حتى اللحظات الأخيرة وأشار سموه أن هذا المهرجان البريطاني الكبير والذي يقام بالحديقة الملكية لقصر وينزور يعكس العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة إذ يربط بين البلدين العديد من العلاقات أو من علاقات الصداقة والتعاون في مجالات عدة منها الاقتصادية والتجارية والرياضية حتى باتت تلك العلاقات نموذجا راسخا يحتذا به بين جميع البلدان ولمملكة البحرين الرياضة في تأسيس سباق القدرة في المهرجان الكبير حيث تحظى رياضة القدرة باهتمام ملكي كبير من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والذي يعطي هذه البطولة رونقا ملكيا مميزا ويجعل سباقها من أهم السباقات الأوروبية بتشريفه للسباق وقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والذي ألهم الفريق وأعطاه الدافع والحافز الكبير نحو تحقيق المزيد ومواصلة مشوار الانتصارات وضف سمو أن المشاركة الناجحة للفريق البحريني في هذا السباق أكدت الحضور القوي لرياضة القدرة البحرينية وسط مشاركة نخبة من فرسان دولة الإمارات العربية المتحدة ونخبة من فرسان وفارسات مختلف الدول وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن السباق حظي إلى جانب مشاركة فرسان الإمارات بتواجد نخبة الفرسان من مختلف الدول وخاصة الأوروبية ما جعل المنافسة قوية وساخنة وأن فرسان وفارسات البحرين شاركوا في السباق بكل إصرار وحماس من أجل تأكيل الوجود البحريني في السباق الذي أسسته المملكة وإظهار التطور في هذه الرياضة مهني أن سموه جميع عضاء الفريق الملكي بالنتيجة الرائعة التي تحققت هذا وقد حقق فرسان الفريق الملكي نتائج مختلفة في مسافة 120 كيلومتر فيما حقق الفارس فهد إهلال الخاطري المركز الأول في سباق 80 كيلومتر تأهيلي الحمد لله على كل حال يعني خطتنا نجحت وتنومسنا جدام سيدي جلالة الملك وهذا أكبر شرف لنا طيب العمر أعتقد أننا اليوم الخطة كانت واضحة أننا سموه الشيخ ناصر ما يبي المراكز الأولى الفرسان كلهم تقدموا ويبنى المركز الأول في الثمانين في المئة وعشرين الحمد لله على كل حال خطتنا ناجحت أدري بنا زين الخيل ممتازة ما قررني الرئيس يوم من الراحة والناس حفظت ودخلت في مستوى طيب لباسبة وكنت أقود مثل ما يقول مرات تقود من الأمام مرة تقود من الخلف فأنا حتى وقت اليانا كنت على الفرس توجيهات واتصالات وسؤال هنا وهناك فالحمد لله على كل حال الله أعطانا على قدم جهودنا يعني كان الله سألناك المشاركة كانت بارتياح يعني الحمد لله على كل حال ما كان سباق سهل كان صعب جدا والمنافسة كانت صعبة والأسماء الموجودة صعبة ولكن الله قدرنا وعطانا على قدم جهود طبعا أولا الفوز نديه لحق سيدي صاحب الجلالة الملك على حضوره وتشجيعه للفريق وثانيا طبعا تعب ناصر أخوي مراح بخسارة يعني التعب هو أنا أشوفه كل يوم وتدريبه للخيل ومتابعته وهذا اللي يؤدي على الفوز الخيل تعبت من الأرضية والمطر لكن الحمد لله الله قدر